تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلوني نوز حلقة اليوم بعد تعادل أتلتكم مدريد مع برشلونة المباراة اللي جاءت من شوطين شوط أول كان واضح فيه أتلتكم أقرب للانتصار وشوط ثاني رجع فيه برشلونة وعمل ردة فعل ممتازة وبالنهاية فيه كان فرصتين خطيرات هون فرصتين خطيرات هون وبعض الفرص الجيدة للطرفين خلتنا نحكيها للتعادل عادل التعادل اللي ربما البعض بيجيقول لصالح ريال مدريد وهذا منطقي من النحي الأولى لكنه الأقل ضررا لأتلتكم مدريد لأنه ما زال بيستنى تعثر واحد من الريال وحيرجع ياخذ الصدارة ما حدا قال أنه الريال حيفوز الأربع مباريات حندخل بتفاصيل هذا اللقاء مية في المية بس خلال مشاهدتكم هذا الفيديو لو سمحتوا تتركوا لايك وتعملوا اشتراك في قناة سيرفيسبورد على اليوتيوب المباراة حساسة المباراة قمة طبيعي جدا يدخلوها الفرقين بأقل عدد ممكن من التغييرات فشوفنا 3-1-4-2 عم تظهر على الورق من الشكل الأساسي لبرشلونة والأتلتكو مدريد بدون أي تغيير أو مفاجآت بالأسماع كان المتوقع في الشوط الأول نشوف أداء بشبه أداء المباريات النهائية مباريات نهائي الكؤوس اللي هي يعني أفوز مش مهم كيف لكن سيميوني أخذ خطوة مفاجأة وقرر أنه يكون عنده عنصر المفاجأة عنصر المباغة لبرشلونة في البداية ويهجم وفعليا أول 10 دقائق برشلونة ما سدد ورا تزديد وكان أتلتكو سدد مرتين أتلتكو مش بس كانت بالفرص سلوب لعبه كرةه في الشوط الأول كان إيجابي جدا الكرة تنقل قبل ما يخرج ليمار لإله أو حتى كراسكو لما أخذ مكانه بعد الإصابة وكان دائما الكرة تروح للأمام يحاول يوصل الكرة للأمام يحاول ينطلقوا للأمام في نوع من الإيجابية وهنا أنا بعتبر أنه سيميوني كان منطقي للغاية برشلونة فريق كبير برشلونة فريق قوي لكن برشلونة الحالي ما بيملك خط الوسط الكاسح القوي اللي الجميع بخاف منه وما بيملك حتى الآن التنظيم الهجومي اللي بيخليك مرعوب أمامه وبالتالي إذا أنت سمحت له يضغطك إذا سمحت له يقرب عمارباك أنت عم بتزيد احتمال يسجل فيك وهذا اللي حصل في المشروط الثاني لما أتلاتيكو طر يتراجع تحت ضغط برشلونة صارت الفرص تخلق رغم أنه حتى اللحظة وأعتقد جميع برشلونة بتتفقوا فيه كثير لعبين ينقصوا برشلونة عشان يرجع برشلونة اللي بنعرفه فهون استراتيجية وفكرة من سيميوني منطقية أقدم عليهم لأنه لو تراجعت معناها خسران 100% وأثناء هذه الحالة الإيجابية اللي كان عم بلعبها أتلاتيكو طبعا شفنا إصابة ليمار اللي كانت ضربة كبيرة لأنه كان اللعب المكلف يسقط ما بين خط الوسط وخط الهجوم ويكون الربط بين كوريا وسواريز وبين خط وسطه اللعب اللازم يسقط خلف بوسكتش بعض المواقف أو خلف ديونغو بدري خروجه أثر تكتكيا على فكرة سيميوني اللي كان يفكر يشتغل على الثلاث جبهات جبهة كراسكو جبهة ليمار وجبهة لوريانتيكو لكن هذه الإصابة خلته فعليا يضطر يسحب كراسكو يلعب أكتر كأنه ليمار بالعمق ويميل على اليسار فخسر اللعب من الأفكار الهجومية اللي عنده هي أكيد كانت مؤذية له هجوميا لكن فيش قد أذى الإصابة الثانية اللي شفناها إصابة بوسكتش اللي أول ما خرج صار في شي غلط ديونغ راح مكانه طبعا فبرشلوني خسر ديونغ هنا من الناحية الهجومية وديونغ نعرف من أحسر اللعبين اللي بيزيدوا لأمام بس مش بس هيك خط الوسط يبدو كأنه تفكك يعني يبدو كأنه كان الجميع عم بيتحرك على حركة بوسكتش فصار في مساحات رهيبة وكاد أتلتكو يسجل في نهاية الشوط الأول هدفين أو ثلاثة بسبب هاي المساحات اللي تركت ديست أو مينجيزا وحده أمام كراسكو بكتير مواقع في شيء صار غلط اتفكك خط الوسط درس مهم لكومن إصابة بوسكتش والدي بأي لحظة كورت القدم للمواسم اللي جاي وفي الشوط الأول وفي الشوط الثاني أتلتكو مدريد كان عم بلعب بفكرة دفاعية واحدة التحول لخمسة أربعة واحد المسافة بين خط الوسط وخط دفاع تقريبا مش موجودة عشان برشلونة يوقف لعبة إسقاط ديونج وبدري وميسي ما بين الخطوط ببعض المواقف هذه كانت ناجحة تسعين دقيقة أيضا لعيبته على المستوى الفردي من حيث واحد لواحد والتوقع كانوا ممتازين جدا في النحية الدفاعية وأيضا بالعمق كانوا دائما عم بيقلقوا زوايا التمرير على بدري على ديونج وحتى على موريبا لما نزل ممنوع تمرروا لجريزمان في شكل مباشر ممنوع تمرروا لمسي لو قدموا منطقة جزاء فكان الحل دائما تروح الكرة على الأطراف وبالأطراف كان دائما أتلتكو عم بيعمل فخ ممتاز فبيضغط بثلاث لعبين على اثنين أو ثلاثة على واحد في بعض المواقف ويفتك الكرة في الشوطر الأول برشلونة كانت كرة بطيئة جدا تقدم لعبي كان محدود هذا خلى برشلونة بيلاقي خطورة باستثناء مغامرة ميسي الجميلة جدا في المراوقات لكن هذا الشيء أضاف علي برشلونة المشكلة أكبر في الشوطر الأول البطوء تاع الكرة بنحكي عن دفاع منظم بنحكي عن دفاع قوي جدا وبنفس الوقت برشلونة كانت لعب كرة بطيئة لأن البرشلونة كانت خاف أو خايف من ارتداد أتلتكو مدريد وهذا الشيء سهل مهمة أتلتكو 100% في الشوطر الأول وأتلتكو مدريد خلال الشوطر الأول والشوطر الثاني يستخدم الأخطاء بكأسلوب تكتيكي مهم جدا عشان يحافظ على تماسكو الدفاعي في المواقف اللي كان يصير فيها انطلاقات في المواقف اللي كان عم بتخلقها دفاعه أو بعض اللاعبين يرتكب خطأ في التمركز كان على طول يتم ارتكاب خطأ أسلوبهم بالأخطاء التكتيكي اليوم كان ممتاز ما كانت أخطاء عنيفة بقدر ما يأخطأ عطلت برشلونة ومنعتهم من الاستفادي من أي مساحة ممكن تتكون بمهارة أو بخطأ تمركز من تفرفهم قبل ما نحكي بالشوط الثاني بمساطة الشوط الأول أتلتكو تفوق دفاعيا تفوق هجوميا تفوق حتى بتغيير اتجاه اللاعب من اليمين لليسار برشلونة ما كان قادر يعمل هذا الشيء تماما في الشوط الأول أيضا تفوق بفكرة الضغط العالي ضغطه كان يبدو نتيجته أفضل بالمجمل أتلتكو بالشوط الأول كان متفوق بشكل واضح لكن شو اللي تغير بشوط الثاني وليخلى برشلونة كثير أفضل أتلتكو دخل مبدئيا الشوط الثاني بنفس أفكاره وهذا منطقي أنا متفوق الشوط الأول بدخل بنفس أفكاري الشوط الثاني برشلونة غير شغلة مهمة أول شيء خرج من جيزة ونزل أراوخو فكرة أراوخو أعتقد هي فكرة دفاعية في الأساس عشان يتحرر دست أكثر للهجوم وثانيا أراوخو أفضل من حيث الواحد لوحد لما يواجه كراسكو فبتروح حي مسألة المناوشات اللي كانت عم بتصير وبالتالي تصير تفتك الكرة من أتلتكو عندك فرصة للارتداد هذا أول شيء شيء الثاني اللي صار تم تغيير التمركز تماما لما برشلونة يملك الكرة برشلونة في الشوط الأول كان مستحوذ كثير أكثر بس ما خلق فرص في الشوط الثاني تغير الاستحواذ بشكل جيد خط دفاع تقدم أكثر تحديدا الجانبين نحكي أراوخو كان عم بتقدم أكثر الإنجليا عم بتقدم أكثر صاروا يضغطوا لعيدة أتلتكو أكثر ويجبروا لعيدة الوسط يبعدوا عن خط دفاع ديست وقلبا ما عادوا ينتظروا الكرة صاروا يصعدوا أيضا للأمام أكثر ويتم توصير الكرة لهم هم على مشارف منطقة جزاء وبلشت تصير هذه العرضية نجاح برشلونة الأساسي في الشوط الثاني مش بس بخلق الفرص نجاحه إنه قدر ينقل منطقة استحواذه من الثرث الثاني لمشارف الثرث الأخير في ملعب أتلتكو وهون أصبح في خطر أي غلطة أي هفوة فيها هدف وهذا معنى لعب أتلتكو صاروا حاضرين أكثر صاروا لما يخسروا الكرة مش بنفس سرعة الارتداد لأنه إذا بتنقطع مصيبة عند منطقة جزائهم فكل شيء يتغير لما قدر برشلونة يغير اسلوب استحواذه قدر يتشجع أكثر بنقل الكرة وسرع شوي ما سرع كثير بس سرع شوي شفنا عمضيات خطيرة جدا من قلبة ومن دستو شفنا فرص عمبضية واحدة لموريبة وواحدة لدملي وبباشرة لينيل ميسي بعد ذلك شفنا معركة تبديلات مش كثير لعبة باللقاء كانت منطقية من الطرفين يعني في البداية لما حاول اللعب فلكس على دست سيميوني مثلا بأنه دست كان واضح أنه مرهق فماشت الأمور صح رجع نزل كوندوكبيا وطلع يعني كوريا وفحول فلكس مهاجم ثاني يعني حاول يعمل بس ما تغير كثير فريق ضله قادر يهدد لكن ما قادر يهدد لحد الهدف بالمقابل برشانو شفنا عم يلعب روبرتو ديمبلي عم يضيف الحيوية بدل ما أنه يخاف من كراسكو لما رجع كراسكو على اليسار حط له ديمبلي يهاجمه منطقيا اللي اتنين أداروا الشرط الثاني بالتبديلات بشكل منطقي ولأنه الفريقين أضاعوا الفرص ولأنه الفريقين كان عم بيحاولوا دائما يفكروا وإن هاي مباراة لقب كان بعض الأحيان بعض المواقف بتوريك تماما لأنه لقاء اليوم صعب حد يفوز فيه لقاء اليوم للتعادل نوصل هون لنهاية حلقة سيلفي برشا وأنا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر انستجرام وضروري جدا نتابعيني على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله